السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى فيديوهات من سلسلة تعلم كل ما يخص المايكروسوفت تيمز الفيديو بتاعنا الأول هيكون ازاي ادخل على الموقع واعمل داولود للبرنامج على البي سي على الكمبيوتر وعلى الموبايل بتاعك الاندرويد دلوقتي هنبدأ مع بعض هنفتح البراوزر اللي انت لحظتك بتستخدمه الفاير فوكس او جوجل كروم هاجه في الصفحة بتاعت السيرش فيه اكتر من طريقة بتقدر تستخدمه لشان تدخل على الموقع بتاع المايكروسوفت اوفيس اشهر الطرق دي ان انا بكتب office.com تضغط انتر يبقى دي الطريقة الاولى باجي هنا على sign in عشان اعمل دخول بالاكاونت بتاعي تبدأ تفتح للصفحة هنا بتاعت الوجين لازم طبعا يكون معايا ايميل مؤسسة الايميل المؤسسة اللي معايا هو طبعا ايميل تابع جامعة اسكندرية فهو الايميل الجامعي من اهم مميزاته انك بتقدر تدخل على الوفيس وتقدر تنزل نسخة كاملة مجانية وليها مميزات كتيرة وكمان تقدر تدخل وتنزل اي كتاب اي بابر ببلاش فهبته هنا اكتب الايميل بتاعي فده منقول عليه النطاق بتاع جامعة اسكندرية اللي هي atalexu.edu.eg هنا بعد كده بضغط على next بيجيل هنا طبعا الباسورد باكتب الباسورد طب حد يساني يقولي طبعا انا بيجيب الايميل ده منين طبعا المفروض حضرتك بيجيبه من المؤسسة بتاعتك يعني لو مثلا في كلية بتجيبه عن طريق بتشوق شؤون الطلبة شؤون الطلاب هي المسؤولة طبعا ان هي تقدر انك تعملك ايميل جامعي هنا بيقولي انك عايز تفضل signed in اقول له yes يبقى ده اول طريقة بدخل بيها على الايميل الجامعي او المايكروسوفت اوفيس بتفتح لي بقى الصفحة دي بتاعت التطبيقات كلها بتساعدني واكتر يعني اشهر التطبيقات فيه تطبيقات اكتر من كده طبعا هنا موجودة ولكن دي اشهر التطبيقات من ضمنهم اول تطبيق ده اسمه الاوتلوك ده عبارة عن الايميل اللي بيجيب وتبدأ تبعت لحد رسالة وده مهم جدا ان حضرتك تعرفه علشان تقدر لو مثلا فيه رقم سري بيبقى على الايميل بتاعك لازم تبقى عندك علم بيه او تقدر انك تعمل اي اجراء استعمله بدخل الاوتلوك ازاي هاسيب لك اللينك بتاع الدخول على الميكروسوفت والدخول على الاوتلوك مباشرة اول ما تضغط على اللينك على طول هاسيبولك تحت الفيديو ايبقى ده الاوتلوك اللي قلنا عليه الايميل ده فيه حاجة اسمها الواندرايف زي ما حداك عارف فيه حاجة اسمها جوجل درايف موجودة على الجيميل الواندرايف ده هو الخاص بمساحة تخزينية خاصة بالاوفيس الاوفيس ده بقى الواندرايف ده مساحة كبيرة جدا معاك بتوصل لالف جيجا يعني ده عشان ايميل مؤسسي بتوصل معاك لالف جيجا يعني واحد تيرا يعني تقدر تخزن عليها كمية كبيرة او ملفات كتيرة جدا من غير ما يجرال اي حاجة الجهاز بتاعك حصل له حاجة لقدر الله الموبايل بتاعك ضاع تقدر تخش بالايميل بتاعك من اي مكان وتنزل الفايلز بتاعتك اللي موجودة على الواندرايف الوارد الاكسل مش هتكلم عليهم لان ده بتقدر انك تنزل نسخة اوفيس كاملة عن طريق هنا تشوف هنا تضغط عليه ينزل لك كل البرامج بتاعتي الاوفيس ليك مرة واحدة؟ لا ليك خمستاشر مرة تقدر تنزل على خمستاشر جهاز الاوفيس بتاعك ده وانا هنزل على خمستاشر اللي ممكن يكون حد محتاج اوفيس تقدر انك تدخل بالايميل بتاعك وتنزله الاوفيس اللي هو عايزه تقدر ليك خمسة خمس اجهزة شخصية لابتوب مثلا وخمس اجهزة كمبيوتر عادية وخمس اجهزة موبايل او تابلت بتضغط على انستول وتبدأ انك تعمل داولود للاوفيس وطبعا حاجة ممتازة جدا نيجي بعد كده عايزين نشوف بقى ايه كمان اهم حاجة عندنا هي مين التيمز التيمز دي اللي بتقدر تكون فرق الفرق دي اللي من خلالها تقدر تعمل تتواصل مع اي حد موجود تقدر تتواصل مع الكلاس بتاعتك الفصول لو حضرتك استاذ للمد ودكتور تقدر تتواصل مع الطلبة وتقدر ترفع لهم ملفات وكل الكلام ده هنشوفه بعد كده في الفيديوهات الجاية طيب خلاص انا عرفت كده مكان الدخول على التيمز ابدأ هنا اضغط على تيمز كليك شمال وهيكون برضو اللينك بتاعها موجود على تحت الفيديو هتبدأ تضغط على اللينك ده وتسجل دخول تعمل لوجين بالاميل بتاع حضرتك والباسورد ويبدأ يدخلك على الميكروسوفت تيمز مباشرة انا بعد ما دخلت على تيمز عندي هنا ده الصفحة الرئيسية او الهوم بيج بتاع مايكروسوفت تيمز بلاقي فيها ايه الصفحة هنا بلاقي فيها ده منقول عليه الاب بار اللي هو الشريط بتاع التطبيقات اللي انت بتستخدمه فيه اول حاجة عندك ده تيمز الواجبات اللي هو التقويم والشات لو هنعرف كل حاجة دلوقتي ماشي ازاي ده تيمز اللي موجودة عندي اللي انا عملتها صممتها كده انا دخلت على الموقع عايز احول الموقع ده للغة العربية انا دلوقتي عندي احاوله منين هاجي هنا عند اليوزرز اللي حضرتك بتستخدمه تضغط عليه كليك شمال هيفتح معاك الستنج من الستنج ده تقدر تغير السيم بتاع البرنامج او الموقع وكمان تقدر هنا تغير اللغة من الشريط ده تبدأ تدور على اللغة العربية وبعد كده بتضغط على سيف اندري ستارت هيبدأ يعمل حفظ ويعيد فتح البرنامج تاني ده عشان لو حد محتاج ان هو يشتغل بيه بالعربي ودايما انا بنصح اللي هو بيبقى المحتوى بتاع المحاضرات بتاعته او اللي هو المحتوى بتاع المادة نفسه باللغة العربية ياريت يخليه عربي عشان الكلام ما يبقى شي مقلوب خلاص احنا هنستمر بيه على كده يبقى انا كده قدرت ان انا ادخل على الموقع فيه هنا مجموعة من البرامج لو حد عايز يعمل يشتغل عليها يعني فيه برامج كتير جدا انا ده مش محتاجه وهي كل البرامج اللي انا محتاجها في الشغل بتاعي هي قدامي هنا على طول فيه هنا لو بصيت هنا هتلاقي دونلود ديسكتوب ايب لو انا ضغطت هنا عليها بيبدأ يعملي على طول دونلود للبرنامج اللي قدامي ده اول ما ضغط على سيف فايل هيبدأ يعمل دونلود وتقدر تستخدمه من على سطح المكتب من غير ما تعمل لوج ان يبدأ دي اول طريقة ان انا بعمل لوج ان عن طريق سطح المكتب وهنشوف دلوقتي البرنامج شكله عام ازاي هو شبه نفس الموقع ده قدامي فين كمان مكان اقدر اعمل دونلود بيه لو فتحت من هنا على اليوزر بتلاقي هنا ايه دونلود ديسكتوب اب وكمان فيه دونلود زي موبايل اب لو انت عايز تنزل للموبايل من هنا لكن فيه طريقة تانية لدخول على الموبايل هنعرفها لما نيجي نشتغل على الموبايل يبا دي خلاص انا اتعرفت على الشكل بتاع الصفحة الرئيسية بتاعة المايكروسوفت تيم وعرفت ازاي بدخل وكمان هسيب اللينك بتاع المايكروسوفت تيم وهسيب اللينك بتاع الاوتلوك ده شكل الاميل اللي هو شبه الجيميل يعني تماما شبه الجيميل وبيبدأ يعرض الرسائل لو فيه ايه مثلا عايز تبعط رسالة جالك باسورد او هتغير الباسورد بتاع الايميل بتاعك عشان بعد ما يجي لك انا بعد ما عملت لبرنامج الاب تطبيق بتاع المايكروسوفت تيم بتعمله انستول يعني بتسطى بالبرنامج اجيبه منين بقى؟ هجيبه من هنا باجي في الخناة كل اللي علي ان انا بكتب مايكروسوفت هتبدأ تظهر على طول مايكروسوفت تيم تقدر تضغط هنا وتشغله اضغط عليه كليك يمين في اما عايز تعمله بن فروم ستارت عايز تجيبه في القيمة بتاعت الستارت دي او عايز تعمله بن فروم تاسك بار ان انت عايز تجيبه فين في الشريط اللي تحت فانا طبعا اعملهم قبل كده فانا هجي افتح البرنامج انا فتحته بتضغط عليه كليك شمال وبعمل لوج ان هو هوق ده البرنامج او التطبيق يبقى انا كده اعرفت ازاي بخش على بنزل التطبيق دلوقتي هنبدأ نشوف البرنامج ده ازاي هنزله على الموبايل ده شكل الموبايل بتاعي دلوقتي كل اللي انا هعمله هروح على البلاي ستور هنا بعد كده هتيجي في البحث اما تعمل تكتب مايكروسوفت تيمز للتطبيق او انك تعمل مايكروسوفت تيمز هنبدأ يطلع لك البرنامج قدامك كل اللي عليك انك هتضغط على انستول خلاص انا كده نزلت البرنامج عندي طبعا هنيجي نفتح بقى البرنامج المفروض ان انا دلوقتي اول ما افتح البرنامج ملاقيش عليه حاجة لكن بالعكس هو مختلف تماما على الكلاسروم لان فيه لينك بينه وبين الموقع نفسه كان بيجينا شكاوي دايما ان الطلبة ساعة الموبايل بتاعها بيجراله حاجة ساعة الجيميل بتاعه ينسى الباسورد ينسى اي حاجة فمضطر انه ينزل البرنامج تاني فيجي ينزل ما يلاقيش التيمز اللي موجود عنده او الكلاسر اللي موجود عنده فهنا بقى لو انا فتحت بضغط على تيمز على البرنامج هيطلب مني ان انا اعمل ساين ان اضغط على ساين ان هيقول لي اكتب هنا الايميل فانت حضرتك هتكتب الايميل at alexu dot edu dot eg هتغط على ساين ان طبعا هنا عشان انا اعمل لوج ان على البراوزر بتاع الجهاز وما طلبش مني الباسورد لكن لو حدك بتعمله الاول مرة هتطلب منك الباسورد هنعمل جوتين هتفتح معك البرنامج هنا تمام ده شكل البرنامج ده تيمز اللي انا مشترك عليها على الجهاز يعني في الكلاسروم ما كانش عايزهر التيمز دي وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي اصمم برنامج اصمم تيمز وازاي كمان الطالب يقدر يخش على التيمز دي السلام عليكم ورحمة الله واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر